وزارة الخارجية الإماراتية تدعو أيضا إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد الكل يريد تجنيب المنطقة التصعيد لما تاخد بالك حتى من اللغة اللي استخدمها أنتونيو جوتيرش وكانت شديدة الوضوح إنه للمنطقة ولا العالم يستطيعون تحمل حرب أخرى طبعا ده بالإشارة إنه هناك في حرب في أوكرانيا طب دي مش متعلقة بالمنطقة لكن متعلقة بالتأكيد بالصناعة والوقود والزراعة إلى آخره فأدت إلى أزمة اقتصادية دولية أو عالمية ثم بعد ذلك كانت الحرب الدائرة أو العدوان الغاشم اللي حصل من جانب الكائن الصهيون المحتلة على قطاع غزة فلسطين فأصبح هناك حرب إقليمية تلقي أيضا بظلالها على العالم ولهذا كان أنتونيو جوتيرش واضح جدا إنه لا داعي لحرب جديدة العالم لا يستطيع التحمل ولا الإقليم يستطيع التحمل شكرا شكرا